أولاً طبعاً حاجة عظيمة وحاجة مشرفة وبطبيعة الحال إنجاز عالمي بالشكل ده ما بيجيش من فراغ فعايزين نعرف بقمة قبل الحصول على هذه الدهبية الرحلة اللي انت مشتها و بالمرة متعشمين في انت تتعرفنا أكتر على الرياضة دي تمام أولاً أنا بدأت طبعاً الرياضة دي بقى لي تقريباً حوالي عشرة سنين هي رياضة كلها عبارة عن وزن جسم فهي زي الجيم ناس بتروح الجيم بتتمرن بتبني جسمها أو بتبني عضلات بس كلها وزن جسم فإحنا كل تمارين نعونا عشر سنين معناها أن في الفترة دي ما كانتش دي السرير ده معروفة في مصر بالضبط كده يعني شفتها أنا كنت بسافر بره كذا مرة فشفتها بره عجبتني بصراحة إن هي فيها تشالنج كده وفيها يعني حاجة يعني أكتر من الجيم إن هي ممتعة أكتر من الجيم إن أنا واحد أفضل واقف مثلاً في مريق أو كده لأ لأ أنا بتحرك وبعمل حركات جديدة وبفضل أعلى في الموضوع فاتشجعت بصراحة وعجبتني وبدأت بقى كنت لسه طبعاً صغير لسه بدأت أجرب فيها لحد ما الحمد لله لكن قبلها أو قبل العشر سنين ما كنتش بتلعب رياضة تانية مثلاً لا كنت بلعب طبعاً رياضة الحمد لله من صغري بلعب رياضة كنت بلعب ألعب قوة زمان ولعب تجود وفترة وبعد كده دخلت لأخير بس لقيت نفسك أكتر بالضبط هي بتبقى عبارة عن إيهال هي ألعاب بعينها لازم تتلعب ومن خلالها بتتم المنافسات هكتبوس هي فيها كذا كاتجري تمام بس إحنا التمرين كله عبارة عن حاجات وزن جسم أنا بعمل زي عقلة وضغط وماصي لابس اللي هو بطلع فوق البار خالص فكلها حاجات للقوة أو الماصل زياني بس كلها وزن جسم بس إحنا بقى عندنا بيبقى فيه كذا حاجة بس البطولة بيبقى فيها زي ماصي لابس وبو لابس وبو شابس الحاجات دي كلها ده الكاتجري بتاعنا اسمو سترينث بس كلها حاجات من اللي ممكن تتعمل في الجيم مثلا ممكن بس محتاج عقلة لازم تطلع فوق يعني لازم تبقى عقلة مخصصة على حاجات زي كده مش عقلة في الجيم أصلا تخيلت ان هي فيها الشيء من الباركور في حتة ان هي في الشارع بتمرس في الشارع لا 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 تخيلت كده يا أصلا لا أصلا اسمها كاليستانيكس أو ستريت وركاوت فالتنين هي بس يعني سموها كده عشان هي مالهاش أدوات كتير مالهاش كتير ان انا محتاج اتمرن انا ممكن فعلا في الشارع لو في بس عقلة والأرض اعرف اتمرن عادي ابتدت تنتشر في مصر انت اكيد بحكم ان انت يعني متابع اكيد اللي بيحصل خبت مالك ان الحكاية ابتدت تنتشر شوية احنا يعني الحمد لله بقالنا طبعا في الاول ما كانش لست حد عريفة خاصة كنا بنعاني ان احنا نعرف الناس بيها أصلا بس مؤخرا بقى فيه اماكن كتير بنمرن الناس انا كوتش دلوقتي فاحنا عندنا مكان بنمرن وفيه اماكن كتير فتحت فالناس بدأت تتجه للموضوع يعني الحمد لله احنا شايفين كده لقاطات دي كانت بطولة الجمهورية هنا في مصر كانت امتى يا عمد دي كانت في العيد اللي فاتت ايوان بعد عيد بالزبط اوكي بعد اكستر ايد بالزبط وطبعا الحاصل على المركز الاول الحمد لله وليكن ياخد المركز الاول العالمية مش هياخده على مصر الحمد لله انا تأهلت بطولة العالم بعد البطولة دي يعني اوكي بطولة العالم الصعوبات اللي فيها ايه يعني هل يعني بتعتمد بالكامل على القوة البدنية ولا برضو بتحتاج شيء من التركيز شيء من اللي والله هم يعني المفروض دايما الاتحاد في البطولة بيحط النسات معينة هو بيحط ارقام مثلا عشر عقلة عشرين ضغط خمسين كذا مثلا ستة او سبعة تمارين واللي بيخلصها في اقل الوقت هو دايما بيكون ده الاقل الوقت هو اللي بيكسب يعني فطبعا اعتمد على القوة وتقسيم التمارين يعني انا ممكن في النص ان انا اجيب اخري فتعب خلص فاقف فان انا لازم اقسمها فطبعا فيه مخ برضو شوية ان انا اقسم فريح في النص فقدر اكمل ونفس طبعا جدا شان بتخلص كل حاجة بسرعة بس انت بتحاول تخلصها اسرع حاجة تقدر عليها شان تجيبها اقل وقت فتكسب احنا عندنا يعني منتخب للرياضة دي ولا ما وصلناش لها والله يو فيه اتحاد لسه مؤسس مؤخرا يعني اتحاد وليد يعني اتحاد لسه جديد بس بقاله كذا سنة يعني فاحنا احنا دي تقريبا تاني سنة نشارك في بطولة العالم السنة فاتطلعوا مجموعة برضو وما شاء الله حقا او مراكز السنة دي تاني سنة نشارك في الكاتجري ده يعني فاحنا يعني يعتبر احنا المنتخب دلوقتي اللي بيتأهل من بطولة العالم اول من كل الكاتجري هو اللي بيطلع يعني في المنتخب اشتركوا في القناة